اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمداء الخليفة وليل عهد نايب القادة الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة مملكة البحرين على تعزيز دور القطاع العقاري وفقا للرؤى الموضوعة التي تصندها منظومة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع بما يحق استدامته وتنافسيته تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة المنشودة والتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بتنمية القطاع الاقتصادي بما ينعكس إجابا على المواطنين وتعزيز مردوده وأسهاماته في الاقتصاد والاستثمار وتحسين أداء هذا القطاع وتنظيمه الذي يأتي في إطار مؤسسي ضامن لنجاح واستمرارية مشاريع التطوير العقاري جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله بقصر رفاع اليوم معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وعضاء مجلس الإدارة حيث هنأهم سموه على الثقة الملكية السامية بتعينهم أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ونوه سموه بالدور الذي تتطلع له المؤسسة نحو تعزيز مكانة القطاع العقاري في المملكة وتطوير وتنمية هذا القطاع مؤكدا سموه على الاستمرار في تنوع الاقتصاد وتنمية القطاع العقاري والسوق العقارية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين وبالشكل الذي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة واتباع الأسس التي بني عليها المخطط الاستراتيجي الهيكلي وما تضمنه من تحديد دقيق لاستخدامات الأراضي في مختلف المحافظات هذا وأطلع معي لشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس دارة مؤسسة التنظيم العقاري صاحب السمو الملكي ولي العهن دائب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الآليات الجديدة التي تتبعها مؤسسة التنظيم العقاري لتسهيل عمل المطورين العقاريين وتعزيز ثقة المستفيدين من مختلف مشاريع التطوير العقاري بما يسهم نحو تأكيد أداء هذا القطاع الاقتصادي المهم من جانبه رفع معي لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري لصاحب السمو الملكي ولي العهن ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكرى والتقدير على ما تفضل به سموه وحفظه الله من توجيهات سديدة نحو كل ما يسهم في دعم عمل المؤسسة نحو تعزيز المزيد من آلية تنظيم القطاع العقاري ومنح المزيد من التسهيلات لقيام مختلف مشاريع التطوير العقاري في مملكة البحرين مشيدا بما لمسه من سموه من اهتمام كبير نحو تأكيد دور مؤسسة التنظيم العقاري وتواصلها مع مختلف الأطراف التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة هذا القطاع في منظومة القطاعات الحيوية التي تعود بنفعها على الاقتصاد البحريني واستقطاب المزيد من المشاريع المتصلة بهذا القطاع ترجمة نانسي قنقر